يعيش الآن في بلاد الكفر هو دخل الآن بعهد بأمان فلابد أن يفي للكفار بهذا العهد إذا أراد أن ينقض العهد يعلن لهم صريحاً يقول أنا لا عهد بيني وبينك وأما يغشهم في الظاهر أنه يقول أنا معكم على الأهد وفي الباطن يبدأ بالتفجير بالتخريب هذا ليس من الإسلام إذا أراد أن يجب أن ينقض العهد أنه يحضر وحضر العهد بينهم كما أن يحضر وحضر وحاول أن يحضر الناس وحاول أن هذا يحضر في الإسلام ترجمة نانسي قنقر